ويشارك اثنان من رؤساء الوزراء السابقين في فرنسا بالجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية الرياسية لحزاب اليمين والبسط في البلاد وتمكن كل من فرنسون فيون وآلن جوبيا وهما من الحزب الجمهوري الفرنسي تمكن من تغلبي على الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس تاكورزي في الجولة الاولى من الانتخابات بينما اختلف المحافظون على روايتهم وعد فيون باسلاحات جذرية للاقتصاد بر مرهونة بتنظيم البلاد وخف الوظائف في حين انتقد جوبيا الاكثر يعطي تالا برنامج الاسلاح من قبل منافسه هذا وينظر كثير من المواطنين الفرنسيين ليوم الاحد كمؤشر عن الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل